اليوم سوف نرى الأفعال الإنعكاسية الأفعال الإنعكاسية هي عبارة عن أفعال تتألف من الفعل ثم الضمير الإنعكاسي زيش إذن الفرق بينها وبين الأفعال العادية هو الضمير الإنعكاسي أو زيش الآن يمكن أن تتساءلوا لماذا نضيف زيش إلى بعض الأفعال كل لغة لها خصائصها ولها قواعدها هناك لغات تحتوي على الأفعال الإنعكاسية كالإنجليزية والإسبانية والفرنسية ولكن قد نجد فعل إنعكاسي في اللغة الألمانية ولا نجده إنعكاسي في اللغة الإنجليزية في هذه الحالة إذا قمنا بالترجمة الحرفية ستكون ترجمتنا أو جملتنا خاطئة مثلا الفعل يعني اهتم إذا ترجمتها ترجمة حرفية سوف أقول أنا أهتم لنفسي أو نفسي أو شيء من هذا القبيل وهذا خطأ لأنني أقصد أنا أهتم ولست أهتم بنفسي أو لنفسي رغم أن في بعض الحالات الترجمة الحرفية قد لا تكون خاطئة مثلا بمعنى أنا أتساءل يعني قد تكون صحيحة باللغة العربية إلا أنه في كثير من الأحيان قد تكون خاطئة إذن ما هو الحل؟ تجنب الترجمة الحرفية وتجنب مطابقة قواعد لغة أخرى تعرفها مع لغة تتعلمها لنعود الآن إلى الأفعال الإنعكاسية كما قلت تتميز الأفعال الإنعكاسية بالضمير الإنعكاسي زيش زيش هو عبارة عن نفس ضمير الفاعل يعني نفس الفاعل لكن في حالة أكوزاتيف أو ضاتيف بمعنى آخر الضمير الإنعكاسي هو نفس الفاعل نفس الشخص إذا قلت أنا إذن الضمير الإنعكاسي أيضا أنا إذا كان هو الضمير الإنعكاسي أيضا هو الضمير الإنعكاسي يطابق الفاعل يكونان نفس الشخص يعني ملاحظة مهمة جدا وليس شخصين مختلفين هناك نوعين من الأفعال الإنعكاسية النوع الأول يسمى الأفعال الإنعكاسية الحقيقية والنوع الثاني يسمى الأفعال الإنعكاسية الغير حقيقية النوع الأول من الأفعال الإنعكاسية هو النوع الذي لا يمكن أن يكون بدون ضمير إنعكاسي زيش يعني لا يمكن أن يكون الفعل بدون ضميره الإنعكاسي أمثلة يعني اهتم ب يعني أحس أو شعر تقديم الشكر لشخص ما على شيء ما هذه الأفعال وأفعال أخرى تكون دائما منعكسة يعني لا يمكن أن تكون وحدها بدون ضمير إنعكاسي لذلك نسميها أفعال إنعكاسية حقيقية النوع الثاني أمثلة لماذا نسميها غير حقيقية؟ لأن يمكن أن يكون الفعل وحدها بدون وممكن أن يكون مع الضمير الإنعكاسي على حسب السياق أو ماذا أريد أن أقصد إذا قلت إيخ واش ميخ إذن أنا أغسل نفسي هنا إنعكاسي وإذا قلت إيخ واش مين أوتو هنا أنا أغسل السيارة غير إنعكاسي كذلك يعني تحرك يتحرك يعني جلس يجلس ملاحظة مهمة جدا هناك بعض الأفعال عندما تكون إنعكاسية يكون لها معنى مختلف تماما عن الفعل العادي مثلا أمتسين وزيش أمتسين أمتسين بدون ضمير إنعكاسي تعني انتقل من سكن لسكن آخر وزيش أمتسين تعني بدل ملابسه عندما تبدل ملابسك إيش سيو مش أم أنا أغير ملابسي إيش سيو أم أنا أنتقل يعني من سكن إلى سكن آخر إذن الأفعال حقيقية يعني يجب تعلم القواعد بشكل منفصل عن لغات أخرى يعني هناك نفس الأفعال ولكن إذا أضفنا لها ضمير إنعكاسي يتغير معناها كليا والآن لنرى الضمائر إنعكاسي في أكوزاتيف مث ضمير إنعكاسي أنا في أكوزاتيف إيش فخاكي ميش أنا أتساءل ديش الضمير الإنعكاسي أنت في أكوزاتيف دو فخاكس ديش أنت تتساءل زيش ضمير إنعكاسي نستخدمه لي هو، هي، وكذلك لي الأسماء بأدوات تعريف داس زي فخاكت زيش، يعني هي تتساءل أونس، دمير إنعكاسي نحن في أكوزاتيف زي، فخاكن أونس، نحن نتساءل أونس، دمير إنعكاسي أنتم أو أنتنا إيش، فخاكت أونس، يعني أنتم تتساءلون زيش، دمير إنعكاسي نستخدمه كذلك لي حضرتك أو حضرتك أو هم أو هن زي فخاكن زيش، يعني هم يتساءلون أو زي فخاكن زيش، حضرتك تتساءل كما تلاحظون دمائر الإنعكاس متعلقة مرتبطة بالفاعل دمير الإنعكاس هو نفسه الفاعل، نفس الشخص إذا كان إيش يعني ميش إذا كان دو يعني ديش إر، زي، إس، زيش ذي، أونس، إير، أونس، زي وزي، زيش والآن لنرى موقع الضمير الإنعكاسي في الجمال القاعدة الأولى إذا كان الفاعل في أول الجملة موقعه هو الأول إذا كان الفاعل في المركز الأول فالضمير إنعكاسي يأتي بعد الفعل مباشرة في المركز الثالث وفي حالة لم يكن الفاعل في المركز الأول فإن الضمير الإنعكاسي يأتي مباشرة بعد الفاعل هي sagt دات زيزيش كونسنتخيغن موس بمعنى هي قالت أن عليها التركيز زيش كونسنتخيغن في المعنى ركز يركيزو هستو ديش أنجزوغن هل إرتديت ملابسك كما لاحظتم الضمير الإنعكاسي يأتي مباشرة بعد الفاعل لنرى بعض الأنتلة لأفعال إنعكاسية مهمة جدا يعني جلسة يجلسو هذا الفعل فعل إنعكاسي غير حقيقي هنا تخاطب شخص مثلا بسيغة احترام تقول له إجلس من فضلك حضرتك زيش فولن يعني أحس أو شعر كيف تشعر اليوم زيش يعني إسترخة أو إستراحة إيش بغو مش آس أنا أسترخي أو أستريح زيش فوشتيلن يعني قدم نفسه بيتة شتيلن زي زيش فو بمعنى من فضلك حضرتك قدم نفسك زيش كامن يعني تمشيت الشعر إيش كامن أنا أمشيت شعري زيش غازيرن يعني حلق يحلق إيش غازيرت زيش هو يحلق زيش دوشن يعني إستحم يستحم إيش دوشو ميش أنا أستحم سيش بشهرن يبع يعني إشتكام سي بشهرن سيش إيما يبع دوشن يعني هم يشتكون دائما مينا الطعام سيش كونزن خيرن اوف يعني ركزة على إيش كونزن خيرو ميش auf مان شتود أنا أركز على دراستي زيش آن تسين يعني ارتداء الملابس إيش تسيو مش آن أنا أرتدي ملابسي زيش آس تسين يعني خلع الملابس إيش تسيو مش آس أنا أخلع ملابسي زيش أم تسين يعني تغيير الملابس إيش تسيو مش آن أنا أغير ملابسي تسين زيش